اشتركوا في القناة جدا جدا ومشبعة ولذيذة وهتعد في مادتنا مدة طويلة لانها بتعتمد على نشويات معقدة حلوة قوي قوي هتعجبكم وكمان تنفع معينا فطور في غير رمضان تنفع في صندوشات وفي ناس ممكن تفطر بها في رمضان عادي جميلة جدا بجد هتفرق معيكم بس قبل ما نبدأ احب افكركم تعملوا لي لايك للفيديو ولو اول مرة تنوروني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة واتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل فيديو جديد يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ مع بعض اول حاجة عندي هنا المكونات بتاعتي هي سهلة ولطيفة خالص وممكن نستبدلها بحاجات كتير عندي هنا ده سوسيس مدخن ممكن نستبدله ببسترمة او بلبيف او اي حاجة تحبوها هنا عندي زيتون مخل المقطع شرايح فلفل مقطع شرايح عندي هنا جبنة رومي مبشورة وبيضة او بطين على حسب الكمية انا هنا هستخدم بطاطساتين بس مسلوقة اهو فاشتراك كده هستخدم بيضة واحدة عشان مش هعمل كمية كبيرة هعمل طجن واحد صغير دي عندي بطاطس اهيمة 15 رويح ومسلوقة كويس جدا جدا تمام طبعا مكونات سهلة وموجودة في كل بيت ممكن تستبدليها بحاجات كتير اول حاجة هنا انا جبت طاصة على النور وهبدأ بقى انزل عليها بشوية من السمنة انا هنا مسيحة سمنة اه نبيتي عادية على زبدة بلدي فبالتالي مش محتاجة حط زبدة لوحدها لو حابت حطي حبيحة زبدة وشوية زيت براحتك انا حطيت من السمنة على طول ان هي كده كده اه انا بابقى مجاهزة وخلطوها عندي تمام حطيت هنا معلقة من السمنة هبدأ انزل بقى بالسوسيس ممكن نستبدله زي ما قلت ببسترمة او بول بيف او حاجات اه كتير زي ما نحب بقى ممكن نستخدم لانشون اه لانشون بالبسترمة لانشون فراخ او لحمة اي نوع اي حاجة تدي طعم ونكع عندك ممكن تحطيها مكانه جزتون مقطع شرايح مش شرط اغدر ممكن يبقى اغدر او اسويت عندي هنا فلفل مقطع طبعا على حسب الرغبة انا هنا بحط فلفل حراء لو حابت حطيه رومي او الوان براحتك خالص اه طبعا حاجات دي زي ما تحبي بس هي الفكرة بجد في المجمل يعني ديتني طعم هايل بجد جميل جدا بصوا بقى انا هنا شوحتهم وكمان هنزل عليهم بشوية توابل ملح وفلفل اصمر ولو حابت حطي سبع بغرات براحتك فيه ناس بتحب تحط بودرات بطوم وبصل بس انا حبيت ملح وفلفل اصمر بس علشان يعني السوسيس والزيتون وطبعا الشريح الفلفل الاخضر والجبن كمان كل الحاجات دي بتدي اطعمها كده ولما بتجتمع ببعض بيعملوا شوية يعني ترقاعة كده في الطعم انا محتاجة انها تظهر قوي فعلشان تظهر مش حابة ان انا ازود التوابل بشكل كبير بس بجد يعني كل لقمة من الاكلة دي بتحس انها بتطلع معاكي يعني بحاجة مختلفة او بطعم مختلف حس انها كده حاجة كده كافية على الصحور جنب اي حاجة خفيفة خالص مش هتحتاج تصنفي معايا حاجات كتير تمام كده هنا كده قصرت البيضة طبعا زي ما قلت انا حطيت بيضة واحدة عشان مش حطة مش سلقة كمية بطاطس كبيرة وعشان كمان شايفين الطاطسة صغيرة ازاي فانا عاملة كمية على قد طاجن صغير واحد بس يعني على قد قصرتنا علشان ما يتبقاش منها كتير ولو عملتي اتبقى اكتشفت انها ملو حطناها في الميكرويف او سخنها على نارها دي بتبقى طعمها برضو حلو مش بيجرالها اي حاجة كده بقى انا بحاول اهو اقلب البيض بتاعنا هو لحد ما يستوي تماما وبعد كده هبدأ بقى ان انا اضيف عليه باقي الجبن انا هنا هحط نص الجبن بس طبعا زي ما قلت انا هنا حطيت جبنة رومي اديتني طعم طبعا طحفة لو حابين ان احنا نحط جبنة مزرلة تمام لو حابة تحط جبنة شادر او ميكس الجبن اللي هما التلاتة حلو بعض برضو اديتني طعم طحفة جربتها بميكس الجبن كانت رهيبة بس النهاردة لما صورتها ما كانش عندي غير الجبنة الرومي بس حطيت جزء منها او نصها اهو والنص التاني سيبتوا عادي في الطبق بعد كده ضفت عليهم البطاطس هنا بقى البطاطس ممكن ان انتي تهرسيها او كده فوقها زي ما انا عملت بالشكل ده ممكن تهرسيها بايدة عنها وبعدين تقليبيها عليها دي كده اديت طعم وكده اديت طعم تاني الفرق بقى في ايه لما هرستها كده كلها في بعض خلت المكونات كلها امتزجت بشكل كامل جدا فاديتني طعم مختلف تماما اما بقى لما هرستها برا اديتني طعم حلو بس هو السوسيس ما تقطعش معيها طبعا فتغذي الحتة اللي فيها السوسيس بيبقى ليها طعم غير الحتة اللي ما فيهش اللي هو السوسيس او البسترما او لانشون او اي حاجة من الحاجات اللي انا قلت لكم ممكن تستبدلوا بيها السوسيس تمام اخر خطوة خالص والخطوة دي اختيارية يعني مش ضرورية خالص ان انا جبت طاجن ودهنت وكده حتة السنة صغيرة وبعد كده نزلت عليها بالاكلة بتاعتي اللي انا عملتها دي على النهار ممكن ناكلها كده عادي جدا وهيبقى تقدمها عادي اما لو انت حابة ان يبقى طعمها مختلف اكتر التاسك بتاع الفرن ده هيديها طعم مهيل وكمان هيخليها تمتازك في بعض اكتر وكمان لو الطاجن كمان ده كان فخار كانت هتديها يعني حاجة جميلة جدا بس انا حبيت اعمله في البايريكس علشان اوريكم شكلها من جوه بعد ما تجهز بسوا بقى انا هنا حطيت نص الجبنة طيب النص التاني راح فين النص التاني هنرشوا كده على الوش علشان يديني احمرار كده او يديني وش جميل كده من فوق ويدوب كده وتشد معي بجد الجبنة الرومي كانت بتشد وبتمط معي زي المتزرالة بالزبط وديتني طعم التحفة جميل قوي قوي بسوا كده بعد ما داخلت الفرن انا حطيتها شوية صغيرة من تحت فتحت عليها شوية اديتني اللون الحلو ده وما حبيتش انها تغمق عن كده طبعا لو كنا حطنا لها مدرالة او مكس جبن كانت اديت لون احلى من كده طبعا وكانت جبنة ساحة اكتر لان الرومي مش بتسيح قوي على الوش الا لو كانت في حاجة سايل يعني زي البشامال والحاجات اه دي بص بقى احنا ممكن نقطعها ونقسمها على طباق ونأكلها بالشوكة هتبقى جميلة جدا الناس اللي بيعملوا دايت ممكن يأكلوا طاجن زي ده لو حطنا له سامنة قليلة وهيبقى وجبة غذائية متكاملة معاها بقى شوية جرجير او خضار هيبقى تمام قوي جنب طباق سلطة ومن غير عيش وطبعا علشان نقلل سهراتها هنحاول ان احنا نقلل الجبن مشان نحط لها كمية جبن كبيرة انا هنا مش حطة كمية جبن كبيرة عشان كده يعني انا حبيت عرض الفكرة بالطريقة المفروض تبقى مظبوطة بها ما تزود لهاش دهون فما اردتش ان انا احط لها جبن كتير ولا سامنة كتير علشان دهونها ما تبقاش عالية معايا وتنفع لأي شخص طبعا بقى للناس العادية ممكن لو حابين انتوا تزودوا الجبن براحتك لو حابة تأكلها بلايش برضو براحتك كده كده البطاطس بتثبت في المعدة وما بتعطاش وبيبقى طعمها جميل جدا بجد اكلة جميلة جدا هتكسر الروتين بتاع السحور او الفطار الصبح وهتخلينا ناكل حاجة جميلة ولذيذة ومغزية الاطفال بيحبوها جدا يعني ممكن نعملها لهم صندويتشات او في المدارس في اللانش بوكس بجد هيتعجبهم وممكن تبقى عاملها من بالليل ونجهزها وتحطيها لهم في صندويتشات على طور ان شاء الله وصفتي يكون عجبتكم بس ما تنسوش تعملولي لايك للفيديو ولو اول مرة تنوروني ما تنسوش تعملولي اشتراك في القناة واتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد